هل المتبرجة المتحرش بها كالمحتشمة المتحرش بها هل هناك مشاركة في الإثم ما بين المتبرجة والمتحرش هل إثم من تحرش بمتبرجة كإثم من تحرش بمتحجبة مستترى منتقبة محتجبة الجواب عن هذا يعني نقول لا يخفى أن من تبرجت بزينة وكشفت ما أمرها الله بستره فقد أعانت على نفسها واستدعى الضعاف النفوس للتحرش بها فهي شريكة لهم في الإثم مستعدية لهم على التحرش بهم داعية لهم بلسان حالها إلى التطلع إليها والاستطالة عليها كأنها تقول لأحدهم هيت لك هيت لك نعم لقد روى النسائي عن أبي موسى الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها مرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية في حديث أبي هرير خريره الإمام أحمد أنه استقبلته مرأة في الطريق متطيبة ريحها تعصف ريحها تعصف فقال إلى أين يا أمت الجبار اختار من أسم الله ما يناسب المقام الريح تعصف فاختار اسم الله الجبار إلى أين يا أمت الجبار فقالت المسجد فقال وله تطيبتي قالت نعم فقال أبو هريرة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ممرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة طبعا ليس لأنها جنوب إنما هذه مبالغة في إذهاب رائحة الطيب مناوي في فيض القدير في شرحيه على هذا الحديث يقول حتى تغتسل أي حتى تزيل أثر ريح الطيب بغسل أو بغيره وفي المقابل فإن من تصونت وسترت ما أمرها الله بستره فقد سلمت في نفسها وأعانت غيرها على التصون والتعف وصرفت عنها مريد الخنى والفجور لأنهم لا يطمعون في أمثالها ألم يقل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيم إذا قدرت عقوبة تعزيرية من قبل ولاة الأمر للمتحرشين لعلها تأخذ في اعتبارها هذا المعنى فتشدد العقوبة على من يتعرضون للمحجبات لانعدام الدواع الجبلية للتحرش بهن بخلاف الأخريات اللواتي أعن على أنفسهن واستعدين عليهن بمثل هذا التبرج طبعا ما حرمت التحرش وتجريمه قطعا بالنسبة للجميع تحرش بمتحجبة أو تحرش بمتبرجة بزينة نأتي بعد هذا إلى سؤال من هذه الناحية تحرش بمتحجبة أو تحرش بجميع قطعا بالإسانات التحرش혁 هكذا لوهم GarBE